أهلا بكم تابع قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالباتيكان سلسلة التعاليم حول شغف البشارة والغيرة الرسلية وتحدث مع المؤمنين عن القديسة تيريزا وقال إن الكنيسة تحتاج إلى قلوب تجذبنا إلى الحب وتقربنا من الله كقلب تيريزا التي وجهت غيرتها إلى الآخرين حتى يجدوا الله وكانت تقول سأمضي سمائي بفعل الخير على الأرض مشددا على أن هذه الرسالة هي قوة الشفاعة التي تحركها المحبة وختم البابا الأقدس تعليمه الأسبوعي بالقول لنطلب من القديسة تيريزا النعمة لنتغلب على أنانيتنا ولنطلب شغف الشفاعة كي يكون يسوع معروفا ومحبوبا تكلم قداسة البابا اليوم على القديسة تيريزا الطفل يسوع وغيرتها الإنجيلية وقال القديسة تيريزا الطفل يسوع هي شفاعة الرسالات كانت راهبة كرملية ومن الدير رافقت المرسلين برسائلها وصلاتها وقدمت من أجلهم التضحيات والابتهالات الكثيرة لم يفهمنها غالبا أخواتها الراهبات فتألمت منهن لكنها قبلت كل شيء بحب والصبر وقدمت ذلك كله مع مرضها لله من أجل الرسالات والمرسلين وتساءل قداسته من أين أتت الغيرة الرسولية وقوة الرسالة والفرح في الشفاعة في حياة القديسة تيريزا ذكر حادثتين في حياتها قبل دخولها الدير تساعدان على الإجابة على السؤال الأولى في ليلة عيد الميلاد أحزنها أبوها فحزنت وصعدت إلى غرفتها تبكي وحدها ثم تنبهت بإلهام من الله ونزلت من غرفتها وأخذت هي تدخل الفرح إلى قلب والدها بذلك الإلهام اكتشفت أن محبة الله تؤدي حتما إلى محبة الآخرين منذ ذلك الحين وشهت محبتها إلى الآخرين حتى يتمكن من أن يجد الله الحادثة الثانية صلت من أجل مجرم حكم عليه بالموت لكي يتوب قبل موته وكان يرفض التوبة واستجاب الله صلاتها فتاب المجرم قبل تنفيذ الحكم فيها بقوة صلاتها هذه هي قوة الشفاعة التي تحركها المحبة والمحبة هي محرك الرسالات المرسل هو أداة لمحبة الله وهو الذي يساعد الآخرين بشهادته وصلاته وشفاعته بمعرفة محبة الله والاستجابة لها هكذا قضت القديسة تريسا حياتها مع المرسلين تعمل معهم بصلاتها اشتركوا في القناة